في شأن التعليمي نظمت جامعة الشارقة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية حفل تخريج 188 من المنتسبين في عدد من الدبلومات المهنية وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية في حفل أقامته دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع جامعة الشارقة احتفل مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بتخريج عدد من الدبلومات المهنية التي تستهدف موظفي حكومة الشارقة والباحثين عن عمل اليوم تم تخريج دفعه وكوكبه من أبناء الوطن من خريجي الدبلومات المهنية في حكومة الشارقة تستهدف الحقيقة موظفي الجهات الحكومية بهدف تطويرهم والارتقاء بمستواهم المهني قرجنا بعدود 188 خريج وخريجة هذه تمثل 10 دبلومات مهنية للموظفي حكومة الشارقة والباحثين عن العمل طبعا الباحثين عن العمل يشملون اللي هم خريجين الثانوية وخريجين البكالوريوس الذين يتم تأهيلهم لممارسة أعمالهم في جوانب كثيرة من المجتمع حيث يتطلب أنه يجاد عن فرص عمل إلهم في دوار حكومية ولكن أيضا في القطاع الخاص ممكن أن يشتركون في هذه التخصصات تضمنت الدبلومات المهنية مجالات تعدى كإدارة الموارد البشرية وأعداد القيادات الحكومية والاتصال الحكومي والإرشاد السياحي والخدمات المصرفية بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات المتقدمة بلوم ضريبة القيمة المضافة مهمة بالنسبة لنا نحن قسم حماية المستهلك خاصة أول ما طرحت ضريبة القيمة المضافة في الدولة صارت هناك شكالات بين المستهلكين والتجار والناس مبفاهمة يعني شو معنى ضريبة القيمة المضافة ونحن أيضا كانت عندنا المعلومات بسيطة قبل الدورة هذه والدورة الحمد للأضافت لنا الكثير والحمد لله صارت لنا في تطبيق عملي بالنسبة لها انتساءت لدبلوم الوسائل الاتصال الاجتماعي هذا ضاف لي معرفة جيدة عن طريق التواصل الاجتماعي وكيف أقدر أشوق حق مؤشستي دبلومات مهنية عدة جميعها تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتكون قادرة على مواكبة العصر بمتطلباته التقنية والثقافية وأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عالية استجابة لمتطلبات العمل الحكومي ها هي دائرة الموارد البشرية تخرج كوكبة جديدة من منتسبي دبلومات المهنية لأخبار دار هويد الشرقي الشارقة